طيب إيه اللي حصل النهاردة خلينا نسمع في المؤتمر الصحفي ماذا قال بيتسو موسماني عن هزيمة النادي الأهلي النهاردة الحقيقة قال كلام مهم جدا أنا عايز حضراتكم تسمعوا هذا الكلام علشان تعرفوا إيه اللي بيحصل وهذا هو النادي الأهلي وهذا هو مدير الفني للنادي الأهلي وهذا هو الفارق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني لو المؤتمر الصحفي جاهز الشباب طيب بغاية لما جاهزونا المؤتمر الصحفي هو بيتسو موسيماني قال ايه تكلم في المؤتمر الصحفي كلام مهم جدا قال ان احنا قد نكون احترمنا فريق بلميرس ازيد من اللازم خلال الشوت الاول لان انا هو يعني في الشوت التاني الشكل اللي قداء النادي الاهلي لغاية الوقت اللي اضطرت فيه ايمن اشرف الحقيقة يعني وانا برضه بقى اقيده في هذا الامر كان رائع جدا النادي الاهلي كان كويس جدا 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 في النص ساعة او الخمسة وعشرين ديال اللي لعبهم لغاية لما ايمن اشرف اترد بعد ايمن اشرف ما اترد الامور اصبحت اصعب كتير ان انت تلعب فريق بطل قرة فريق قيمته التسويقية او قيمة لعبيه التسويقية اللي موجودين حوالي مية وشوية مليون مية وسبعين مية وثمانين مليون وبالتالي انت بتلعب فريق قوي جدا بتلعب فريق قوي الحقيقة فعشان كده انا بقول لحضراتكم لغاية لما يجهز المؤتمر الصحفي ان الموضوع اه اتغلبنا وحتى بيتسو موسيماني قال في المؤتمر الصحفي ان هو يعني كان الخطة اللي لعبنا بيها هو قال كده قال الخطة اللي لعبنا بيها في بداية المباراة لم تكن جيدة بناء على كلام بيتسو موسيماني وبالتالي قال لك كان ممكن يبقى فيه افضل من كده ترجمة نانسي قنقر